وأنا أتيت من زيارتي لأحد المواقع وهذا الموقع قاتل بشجاعة وببطولة في القطاع قطاع غزة والآن هم يدخلون قطاع غزة وهما هم يملكون ميزتان أولا الدروس التي تعلموها من قتالهم في غزة هذا سيؤدي إلى تحسين أدائهم الميزة الثانية والأهم هي أنهم أصبحوا يتحلون بروح قتالية لمثيل لها فهم يتحلون بالإصرار والإيمان وكذلك لهم ذلك الشعور العالي بأنهم رسل وأنهم يحاربون من أجل قضية سامية ونحن نرفع لهم القبعة سنواصل الدفاع عن حدودنا ولن نسلم لأطراف مثل حماس وحزب الله فلن نسلم لهم سنصد كل هجوم يستهدفون قسفنا العديد من المواقع وأعود وأقول إذا اختار حزب الله أن يلجى الحرب إذا اختار ذلك فإنه سيرتكب أسوأ أخطائها وفيما يخص المخطوفين وصلت مع صليب الأحمر وطلبت منهم أن يسهموا بتحرير الرهائن وأن يزوروا المخطوفين لأتيقن من صحتهم وسلامتهم أمس التقيت بالسفراء الأجانب وطلبت منهم أن يلتحقوا بدعوة إسرائيل من أجل تحرير كل المخطوفين الرهائن وأقول لأصدقائنا وأعدائنا إنه لن يتم تنفيذ إطلاق نار دون إعادة المخطوفين وإلى أقارب المخطوفين الذين يعيشون كابوسا متواصلا أقول لهم نحن نعمل بكل ما أتينا من قوة وفي كل الجبهات لنعيد لكم أحباءكم وهذه العملية العسكرية في غزة جزء ضروري في هذا الصدد وعلى المستوى السياسي نحن نعمل على قدم وساق لتتواصل العملية العسكرية ويأتي لزيارتنا أشخاص من كل دول العالم وأنا أعرض عليهم تلك الفضاعات التي اقترفتها حماس وأقول لهم إن حربنا هي حربكم وإذا لم ننتصر فأنتم من سيأتي الدور عليكم وأكرر بأننا سننتصر ولا نتوقف عما نفعله حتى ننتصر ونفوذ أتواصل باستمرار مع الرئيس الأمريكي بايدن نحن نقدر دعم الشعب الأمريكي ودعم الحكومة الأمريكية مواطني إسرائيل قبل شهر في ذلك اليوم الأسود في السابع من أكتوبر فردت علينا حرب ضارية من عدو فضيع قتل وذبح مواطنين وسيتم ضربه دون هواد سنعمل على تدمير كل القدرات التي يملكها سواء العسكرية أو غيرها كل قدرات التابعة لها أطالب سكان غزة بأن يتجه إلى الجنوب هم يفعلون هذا حاليا لكن أطلب منهم أن يواصلوا ولن ندخل لا وقودا ولا عمال ولن يتم أي وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح المخطوفين اقتصاديا أنا وجهت تعليماتي للوزراء المعنيين يجب أن يتم استخدام كل تدابير اللازمة ويجب الاهتمام بأرباب الأعمال وأصحاب المصالح حتى لا يتخلف أي طرف عن الركب نحن أخلينا ناسا من الشمال والجنوب ونعمل على ترميم كيبوتاتهم وسنسخر كل الموارد المالية والجهود من أجل مساعدتهم وكذلك سنقدم دفعات مالية أكثر لمن يعملون في قوات الاحتياط وكذلك لمن تكبدوا خسائر مالية أنا كنت في الجنوب ورأيت صلابة السكان هناك قولوا إن هذه الصلابة وهذا الإصرار للاستمرار حتى النصر تمد الجيش والحكومة بالقوة لأداء مهمتنا حتى النهاية مواطني إسرائيل قلوبنا مع عائلات وأسر القتلى وكذلك أسر المخطوفين نحن نعانق عائلات ثاكلا وأولئك الذين قدموا أرواحهم من أجل دولة إسرائيل نحن نصلي وندعو من أجل الجرحى ونعبر عن دعمنا الكامل لجنودنا وأقول لكم إنه سيكون هناك مخرج من هذا الظلام وسنخرج منه بشكل أقوى وسننتصر معاً ترجمة نانسي قنقر